ماذا بعد الموت؟ هل الإنسان لما يموت ينتهى كل شيء؟ وخليت أمامي أربع أسئلة اليوم بدي أجاوب على هذه الأسئلة في خلال ثلاثين دقيقة مش رح أخذ كثير هذه الأسئلة مهمة سؤال الأول الذي وضعته والذي أحب أن أرد عليه هذا اليوم ويمكن أنتوا نفسكم في داخلكم هذه الأسئلة ومحتاجين إلى ردود عنها سؤال الأول خليته ماذا يحدث لحظة الموت؟ لحظة الإنسان ما يرقد لحظة اللي فيها الإنسان يطلع فوق ماذا يحدث لحظة الموت؟ وهل سيدان الجميع فورا؟ سهل لما يرقد في نفس اللحظة اللي بيموت فيها رح يطلع للدينونة للحساب ولا في وقت آخر خليت سؤال ثاني هل هناك أي مشاعر أو أحساس أو ألم عند الموت؟ خليت سؤال ثالث هل تبقى روح الإنسان بعد الموت في الأرض فترة وبعدها تذهب إلى مكان آخر؟ يعني ممكن الميت يبقى معنا ثلاثة أربع خمس شهور يبقى ببيته وبعده شوي يطلع للسماء ولا دايركت يطلع للسماء؟ وخليت سؤال رابع هل تبقى روح الإنسان في مكان العذاب؟ يعني لو إنسان خاطئ وراح للجحيم هل ممكن روحه تبقى لفترة وبعدها يرسلها الله إلى الحياة الأبدية؟ غير مكانه من مكان إلى مكان يتركه شوي ينشوي خمس شهور بعدين ياخده إلى مكان آخر؟ ألا لا أنا متأكد لو فتحت مجال السؤال والجواب في موضوع هذا الموضوع ستسأله كثير لكن أنا أفضل أن أتكلم عن هذه الأشياء الأربعة وضمن هذه الأشياء الأربعة في كثير أمور راح نحكي فيها بنعمة الرب واثق أنه اليوم الرب راح يرد إلنا على أسئلتنا بشكل أو بآخر السؤال الأول اللي وضعته هل ماذا يحدث لحظة الموت؟ ماذا يحدث لحظة الموت؟ قال داود هذه الكلمات ياريتنا ننتبه للشاهد اللي إحنا حكيناه بالمقطع الأول ارجعي يا نفسي إلى راحتك كلمة ارجعي معناها شخص كان في مكان معين وطلع من هذا المكان راح إلى مكان آخر قام بعمل معين عمل خطة معينة عاش لفترة معينة وبعد هيك ارجع إلى المكان اللي أنت جيت من عنده بمعنى آخر أنت جيتوا هذا اليوم ممكن اللي إيجا من بيته واللي إيجا من عمله واللي أتى من مكان كل واحد فينا عنده مكان راحة مكان سكن مكان يرجع إله فالكتاب المقدس يقول أنه الإنسان عنده مكان تولد فيه عنده مكان سماوي هذا المكان طلع من عنده وأتى إلى الأرض أخذ جسد بشري هذا الجسد البشري يتناسب مع طبيعة الأرض اللي إحنا في نعيش بها نقدر من خلال هذا الجسد نرى نتكلم نسمع وفينا حواس وقضينا سبعين ثمانين مئة سنة في هذه الأرض في هذا المكان ولكن بعد هذه السنين يقول الكتاب المقدس لنا كلمة رائعة جدا ارجعي إلى المكان الذي تنتمين له بمعنى آخر كل واحد فينا راح يرجع إلى مكان اللي هو ينتمي له من جديد لذلك وانت جيت على هذه الأرض يوم ميلادك هو اليوم اللي انت أخذت فيه جسدك الأرضي يوم ميلادك اللي انت تقول انا تولدت في التاريخ الفلاني انت في هذا التاريخ مش تولدت لروحك ولا نفسك في هذا التاريخ روحك your spirit your soul اخذت body اخذت جسد فسمي على الأرض هذا ويوم ميلادك لكن بالحقيقة انت موجود عند الله في فكرة الله في حضور الله قبل ان تولد بهذا التاريخ انت موجود فوق موجود مع الرب لما أخذت هذا الجسد انت أخذته فقط لتاخد وقت من الزمن لتقضي أمر معين أعده الله إليك على الأرض هذا الوقت يحدد مصيرك الأبدي هذا الوقت اللي انت أخذته هذه الفرصة اللي انت أخذته بالجسد تحدد رجوعك رح يكون في أي مكان هل انت راح ترجع زي ما بيقول داغد في المزمور ارجع يا نفسي إلى راحتك إلى مكان راحة إلى مكان في حضور الله إلى مكان في الرب يسوع أم راح يكون رجوعك إلى مكان آخر مين اللي بيحدد مش الرب اللي بيحدد الانسان هو اللي بيحدد أنا وانت الفترة اللي نقضي على هذه الأرض الأمور اللي بنعملها في هذه الأرض هي اللي راح تحدد رجوعنا راح يكون إلى أي مكان وفي أي مكان ممكن تكون أنت حياتك على الأرض بتعطي بتروح كنيسة بتزور مرضى بتعمل أشياء كثيرة لكن ما عندك علاقة حقيقية مع الآب لما ترح تطلع فوق مش راح تعرف أنت وين رايح أي مؤمن لو أنت بدك تسأل نفسك هذا السؤال كلنا راح يجي يوم راح نمشي كلنا راح يجي يوم راح نطلع لكن اسأل نفسك هذا السؤال وخلي قدامك ونت بتسمعني ورد عليه بينك وبين نفسك لو في هذه اللحظة كانت أنا في مكان للأخت مارلين وين كان راح يكون مصيري لو أنا انتقلت هذه اللحظة أين سأذهب؟ داود قال إلى مكان راحة إلى مكان راحتي لأن الرب قد أحسن إلي لكن هل أنا فعلا أقدر أن أقول لما حكى داود في المزمور أنا طالع فعلا إلى مكان في راحة حقيقية؟ ولا أنا مش بعرف أنا وين رايح؟ ولا أنا خايف ليتجي هذه الساعة وبعدها أقول يريد الجرى مكان لو أنا مش متأكد وين راحاضي أبديتي لذلك الرب يسوع وضع قدامنا أمر هام جدا قال أنه في لحظة ما الإنسان يرقد في لحظة ما الإنسان يموت راح يترك هذا الجسد اللي أخذوا على الأرض هذا الجسد ما له قيمة هذا الجسد تراب من التراب وإلى التراب تعود هذا الجسد قال عنه الكتاب المقدس في بداية الخلقة أخذ الرب شوية تراب شوية ترامل من الأرض شو عمل فيه؟ شفتوا هاي النفخة ما شفتواها سمعتوا صوت بس نفخ في نسمة حياة فصار الإنسان حياة صار الإنسان عيش هاي النفخة نفس هذه النفخة اللي أنتوا سمعتوني الآن بنفخ فيها ساعة ما الإنسان يموت بنفس الطريقة راح يترك هذا الجسد راح يطلع راح يمشي هذه النفخة ما في صوت هذه النفخة ما بي شكل أو صورة أو منظر حتى أنت تقدر تشوف روح الإنسان أو نفس الإنسان لهيك أول شي بدي أرود عليه أو أول تساؤل بدي أرود عليه لأنه روح الإنسان ونفس الإنسان هي عبارة عن نفخة عبارة عن هوى عبارة عن الشي اللي أنت مش قادر تشوفه إذا نروح الإنسان والإنسان بعد الموت أنت مش راح تقدر تشوفه لأنه نفخة راح يترك هذا الجسد هذا الجسد راح يفنى هذا الجسد راح ينزل الجسد راح يتحلل مش راح يكون إلو أي قيمة كتاب المؤدس حكى أنه آية رائعة جدا قال هذا الجسد يزرع تاخده تخليه بالأرض أنت بتزرعه يزرع في فساد بيفسد بيفسد خلاص فسد لكنه يقوم اليوم الأخير في مجد طيب لما هاي النفخة تطلع بهذه الطريقة هذه النفخة هذا الإنسان هذا الروح هل يطلع مباشرة للسماء ولا ينتظر شوي على الأرض هاي النفخة هل فيها فعلا حواس مثلا هذا الإنسان لما بيموت يستمر إنه بيشوف بيسمع بيتكلم ولا لما بيموت الإنسان بتنتهي مع كل هذه الأشياء لا لما بيموت الإنسان هذه النفخة هذه النفس باللغة الإنجليزية معناها أنه الإنسان لا يفقد حواسه لا يفقد حواسه يعني ممكن أن يرى ممكن أن يسمع ممكن أن يتكلم ولكن ليس مع الناس البشر الطبيعيين العاديين اللي هم أحنا لكن يقدر يرى يسمع يتكلم فقط في عالم الروح فقط في المكان الذي أخذ له هذا الإنسان لذلك اليوم سأركز بكلمتين بسيطة أين يذهب هذا الإنسان بعد أن تطلع هذه النفخة هناك مكانتين ذكرهم الكتاب المقدس لنا مكان الأول سمى الكتاب المقدس بيت الآب وسمى الحياة الأبدية وقال عنه هذا المكان هو مكان للراحة وسمى المكان الثاني هو مكان العذاب الأبدي فعندي مكانتين مكان اسمه حياة أبدية بمعنى آخر رح أقضي كل حياتي تبعها الكلمة هذه بعد الموت كل حياتي بعد الموت في مكان الموت هو ليس النهاية الموت هو البداية لحياة ثانية رح أقضيها يأما مع الله يأما مع الأب يأما رح أقضيها في مكان آخر اسمه النار الأبدي أو العذاب الأبدي أو يسميه الكتاب المقدس مكان الدينونة مين اللي يحدد المكان اللي أنا رايح له؟ حياتي اللي أنا قضيته على الأرض الكم سنة اللي أنا عشته على الأرض رح أتحدد مكان لذلك رب يسوع في يوحنى 17 جون 17 قال في فرق أو في الطريق كيف رح تروح للحياة الأبدية أو كيف رح تمشي بعد الموت قال وهذه هي الحياة الأبدية يا رب شو الحياة الأبدية؟ فهمني كيف أنا أختار طريقي وأنا عايش حتى بعد ما أموت أكون معك قال أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك الحياة الأبدية؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته إذن لو أنا بدي أختار حياتي بعد الموت أو بعد النوم أو بعد ما أنا أنتقل عند الرب في هذه الآية تساعدني أني أنا بعرف أنا وين بدي أمشي بعد ما أموت شو اللي بيساعدني؟ أني أعرف كلمة أعرف مش أني أسمع فقط مش أني تولدت مسيحي مش أني تعمدت مش أني أنا رحت كنيسة ولا دفعت عشوري لا كلمة أعرف أي أتعرف أكون على علاقة قوية مع الله الآب أنت الإله الحقيقي وحدك إذن خطوة الأولى وأنا على الأرض اللي عملتها مارلين واللي اختبرتها مارلين واللي اختبرناها كأخوة في هذه الكنيسة أني أنا عرفت من كل قلبي وتعرفت من كل قلبي على الله الآب لو سألت حدا فيكم هل عندك علاقة مع الله الآب؟ هل عندك علاقة مع يسوع المسيح؟ هل قررت أخذت قرار قلت يا رب أنا بدي أعرفك أكثر وأفتح لك قلبي تعال أجلس في حياتي تعال أملك على قلبي أنت الملك أنت السيد أنا بعرفك أنا أحبك أنا مشتاق إليك أنا عطشون إليك أنا بدي أكون قريب منك أنا بسلم لك حياتي هذه هي المعرفة لو اثنين تزوجوا ترتبطوا بالزواج تلاقي هذول اثنين بعد سنة بعد سنتين تلاقي نفس اللغة نفس طريقة الكلام نفس العادات لو تسأل الرجل عن الزوجة سأقول لك اي أنا بعرف كل شيء عنها تسأل الزوجة عن الرجل تقول لك اي أنا بعرف كل شيء عنه هذه علاقة اللي بده يعيش حياة أبدية لازم يبتدي بعلاقة حقيقية مع مين؟ مع الإله الحقيقي بيقول عنه أنت الإله الحقيقي وحدك لو أنا عندي مجموعة آلهة قدامي فلان زي فلان زي فلان زي فلان يبقى أنا ما عندي علاقة مع أي واحد من هذول لازم يكون علاقة مع واحد فقط هذا الواحد هو الإله الحقيقي هذا الواحد اللي عنه الكتاب المقدس يسوع المسيح الذي أرسلته هذا الطريق إذا بدك تاخد طريق أنا بتكلم من كلمة الله مش بتكلم لا عقيدة ولا أيش أنا بتكلم من كلمة الله هذا هو الطريق هذا هو القرار هذا هو اللي أنت لازم تعملوا على الأرض أنا بعرف يسوع المسيح وبعض طب لو أنا اخترت الطريق الآخر شوف الآية اللي بعدها يوحنى 3.19 وهذه هي الدينونة هذا الطريق الآخر هاي في ناس رح تمشي إلى الحياة الأبدية وفي ناس رح تمشي إلى مكان آخر اسمه الدينونة طيب كيف الناس تمشي للطريق الآخر إن النور النور يعني المسيح المسيح هو نور العالم النور قد جاء إلى العالم يسوع قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة شريرة الكلام صعب جاء يسوع إلى العالم يسوع هو النور والنور دائما يكشف الظلمة لكن الناس شو عملت لما جاء يسوع وطرق على أبواب بيوت هذول الناس قالوا لك لا احنا قعدنا أعمال وهذه أعمالنا شريرة هذه أعمالنا مش منيحة هذه أعمالنا بتخلينا جسديا مسترحين ما بدنا يسوع بنرفض يسوع ما بدنا نعطي قلبنا اليسوع خلينا عايشين في الظلمة مستورين هيك ومغطين ما حدا بيشوفنا بنعمل اللي احنا كل اللي بدنا ياه وما حدا بيعرف شو احنا رح يصير معنا هذول الناس لما يجي الموت في وقت غير معلن وفي بدون موعد عارفين الموت ما عنده موعد مش سيما احنا نعمل لما حدا يزور حدا عندك وقت بدي أجأ زورك او عندي لا ما عندي الموت ما بيتصل فيك موت يجي دايراكت موت يجي مفاجعة اخت مارلين كانت نايمة على السريق اتى الملاك ملاك الموت اتى اخذ ولا حدا يعرف حتى الناس اللي بالبيت كانوا معها ما كانوا عارفين صح ولا حدا يعرف فييجي صدفة يجي زيارة يجي بطريقة غير متوقعة يجي بدون معك ولا يجي عمل شي معك وانت المشكلة مش رح تقدر تقول له انا مش مستعد اني استقبلك رح تضطر انك تستقبله رح تضطر انك تفتح الباب فالانسان اللي جواته يقين متأكد اني انا بعرف يسوع اني انا عندي هذا الايمان الحقيقي بيسوع وانا سلمت حياتي لأله امتى ما يجي الموت مش رح يهز شعره براسي امتى ما يجي الموت اهلا وسهلا فيك ليه لاني انا هون غريب بالجسد لكن انا عندي مكان اخر يقول الكتاب المقدس انه هون غريب لكن انا رايح الى مكان استوطن فيه الى الابد يقول في رسالة في ليبيا ثلاثة يقول سيرتنا يعني الستزن تبعنا هي في السماوية مش على الارض ممكن انت تفكر انا عندي هون ستزن في امريكا وعندي ستزن في لبنان وعندي ستزن في العرق اقول لك كل هذا الستزن ساعة الموت مش رح يكون له قيمة ستزن الوحيد اللي رح يشتغل عندك واللي رح توقف فيه رح ترفعه هو سما انا عندي سما انا عندي بالسماء مكان لي معد لي هذا المكان ما حدا يقدر ياخده مني اذا ساعة الموت لحظة الموت الانسان ما بيشعر اي شيء هي نسمة هو يطلع مش رح يبقى على الارض مباشرة رح يطلع رح نشوف بعد شوي هذا الكلام اكثر تفصيليا وساعة الموت فيه اتجاهين فيه طريقين رح يكون فيها الانسان يأمر رح يكون رح يختار الحياة الابدية رح يطلع مع الرب او يختار الطريق الاخر اللي هو طريق الدينونة والقصاص والعقاب طيب هل مباشرة الانسان ساعة ما يرقد يحاسب ولا في مكان انتظار الحقيقة الانسان ساعة ما يرقد لا يحاسب في نفس اللحظة هو يرقد في مكان المؤمن يرقد في السماء في مكان اسمه الفردوس وهو مكان انتظار ارواح الناس اللي رقدوا وفي مكان اخر ايضا اسمه الهاوية هو مكان ايضا انتظار للناس الذي اخذوا قرار بالابتعاد عن الرب يسوع اذا مش نفس اللحظة مش نفس اللحظة يحصل هذا الدينون ونفس اللحظة يحصل هذا الوقوف امام الرب للمحاكمة رح يحتاج وقت طيب بدي اركز على نقطة ثانية هامة جدا انا قريتها وبيدي احكي فيها اكثر تفصيلا كتاب المقدس ذكر لنا قصة اثنين رقدوا في وقت واحد في لوق 16 قال واحد رقد كان اسمه الغني وكان متنعم عايش حياته زي ما بده كل يوم سهرات كل يوم طلعه وما كان همو شي ونفس الوقت رقد شخص اخر اسمه ليعازر هذا ليعازر كان شخص فقير لكنه كان مؤمن مؤمن مريض وغني كان مترهف وكان عنده كل شي مزبوط وما كان عنده مشاكل صحية ولا كان عنده شي يشتكي من عنده هم الاثنين رقدوا في نفس اللحظة أو في نفس اليوم يقول فأتت الملائكة هذا الشاهد موجود أمامكم فأتت الملائكة وحملت ليعازر إلى حضن إبراهيم الإنسان المؤمن لحظة الرقود تأتي الملائكة وتحمل هذا الإنسان بالعهد القديم تحمله إلى حضن إبراهيم مكان راحة لكن في العهد الجديد بتحمله إلى أحضان المسيح والكتاب قال مع المسيح ذاك أفضل جدا لحظة الرقود لحظة اللي فيها الإنسان هذه النفخة الملائكة حاضرة وظيفة الملائكة تحمل الإنسان تاخد الإنسان الراقت تاخد الإنسان اللي عايش مع الراب تاخد الإنسان اللي بقلبه المسيح تاخده حتى المسيح يستقبله في المكان تاخدت الشياطين وأخدت هذا الشخص البعيد عن الرب البعيد عن النور اللي رفض النور زي ما قلنا بالآية الأولى وأخدته مباشرة إلى مكان اسمه العذاب هذا الشخص كان قادر يبصر نعم رفع عينيه شاف المكان اللي هو فيه يبقى الإنسان لما يرقد ما بيفقد النظر شاف شوف فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر اللي قلنا عنه مات قبل شوي في حضنه فنادى وقال يا أبي إبراهيم رحمني إذا الراقد لما بيموت ما بيخسر نظره ولا صوته وبيقدر يميز الناس اللي بيشوفه فقط في مجال اللي هو موجود فيه هو ما كان شايف غير إبراهيم ولعازر لأن الإبراهيم والعازر كانوا راقدين أيضا ففي السماء لما رح تشوفون المؤمنين رح تعرفوا بعضكم البعض لما رح نشوف مارلين مش رح نشوف مارلين بوجه مختلف شكل مختلف لا رح يكون عندنا عيون روحية يعطي أن الروح القدس رح نقدر نشوفه وجها لوجه ورح نعرفه ورح تعرفنا ونفس الشيء الخطات رح يعرفوا بعضنا البعض واحد رح يشوف التاني رح يقول شو جابك هون قال له ما أنا ما سمعت الواضن اللي حكاها الاسس فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب فرأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه فنادى وقال يا أبي إبراهيم ارحمني وارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب شوفوا الكلام في هذا اللهيب إذن الجحيم هي مكان فيه لهيب لو أنا طلعت بهذا الجسد المادي ودخلت الجحيم أول لهيب رح يروح هذا الجسد مش رح يكون له أي قيمة لأنه يتأثر باللهيب إذن الإنسان لما يقوم يقوم بجسد آخر هذا الجسد يعاني يتألم شوف يحس لكنه لا يفنى ليه لأنه الإنسان حياته خالدة الإنسان لا تنتهي حياته بموته مش مثل الحيوان الحيوانات الكلب اللي عندك في البيت لو مات مش رح يطلع السماء تاخده معك لا رح ينتهي لما عنده spirit عنده soul وعنده body بس لكن أنت وأنا مخلوقين على صورة الله ومثاله لذلك الإنسان لا يفنى يأما يقضي كل حياته الأبدية إلى الأبد في مكان اسمه قال عنه هنا في النار في اللهيب أو أقضي حياتي في مكان الراحة هذا الغني اختار أن يعيش على الأرض بطريقة لا تمجد الرب لهذا السبب كانت نهايته شوف هذه الطريقة لأني معذب في هذا اللهيب فقال إبراهيم يا ابني اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك العازل البلاية والآن هو يتعز وأنت تتعذّم وفوق كل هذا بيننا وبينكم هو عظيم قد أثبتت حتى أن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون ولا الذين من هناك يشتازون إليه إذا شو بيقوله إبراهيم لهذا الشخص هذا الشخص بيقوله طيب أنا قادر أشوفك وأنت قادر تشوفني طيب ممكن ترسلي ترسلي لعازر الشخص التقي هذا القديس المبارك اللي في حضنك ممكن ترسله إلي يعبر بس من هذا المكان إلى هذا المكان ويساعدني قال له ما بيقدر لعازر ينتقل من هذا المكان إلى هذا المكان لا إحنا نقدر نجي عدكن ولا أنتوا تقدروا تيجوا توا معي مش قادرين نجي لا إحنا نجي عدكن هدول الكلام بالسماء لا أنت قادر أنا أجي عندك ولا أنت قادر تيجي عندي فإذا كانوا مش قادرين ينتقلوا من مكان المكان بالسماء كيف يقدروا ينتقلوا من السماء للأرض ويظهروا للناس إذا هني بالسماء مش قادرين يتحركوا ومن مكان المكان هني قادرين يشوفوا بعض من البعض ومو قادرين يوصلوا واحد للثاني مجرد كان عم يتحاوروا بالكلام فبيقوله حتى أن الذين يريدون العبور فالإنسان لما يرقد خلاص طلع إلى السماء هو مش قادر يتواصل معك على الأرض هو مو قادر يجيك مرة ثانية هو مش قادر يقولك أنا بالسماء طب خليني أزورك مش رح يقدر يعمل هذه الطريقة الكتاب واضح بيقول اللي كانوا قريبين من بعض لعازر والغني ما كانوا قادرين ينتقلوا واحد للثاني كيف رح ينتقل هذا الآخر من السماء إلى الأرض صعب مش صعب مستحيل إلا لو كان في شيء سماوي الرب كان بده يعمله زي ما حصل مع موسى وإيليا لكن كتاب يقول ظهروا بمجد وكانوا في حضور الرب يسوع وتكلموا مع الرب يسوع فقط ما تكلموا مع آخرين لكن في الطبيعي في الحالة الطبيعية ما حدا يقدر ينتقل من مكان إلى مكان آخر لأن الكتاب يقول أنه ما حدا يقدر يجي هون أو يجي هون طيب هذول الراقدين الاثنين في السماء العازر والغني هل كانوا عارفين شو بيحصل على الأرض ولا ما كانوا عارفين هل كانوا قادرين يشوفوا أولادهم وأحفادهم شو عم يحصل معهم ولا مش كانوا بيقدروا شو فقال إذن إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إنقام واحد من الأموات يصدقونها كان بيتكلم عن المسيح كان بيتكلم عن المسيح إذن لو أنا بدي أكون فكرة عن حياتي وكيف الرب عم يتعامل معي وأعطاني هذه القصة حتى أفهم وأخلي قدامي فكر هام جدا لأن أول سؤال بأسأله إنه هل ممكن فوق اللي بالسماء يتواصل معاه على الأرض كتاب يقول لا يمكن يتواصل معاك على أرض طب هل ممكن يظهر لي لأ مش ممكن يظهر لي لي مش ممكن يظهر لي لأنه لسه في كلمة الله موجودة على الأرض وفي روح القدس موجودة على الأرض طب هل ممكن يحصل شيء ثاني غير طبيعي في حياتي ممكن هذا الشيء اللي يحصل يغير ما في شي يحصل انت على الارض انت على الارض القرار في ايدك انت على الارض لما مات ابن داود الصغير كان داود حزين جدا قبل ما يموت كان صايم ولابس مسوح وعم يبكي وابني مريض وابني مريض وابني مريض والناس قالت طب كل لقمة قالوا له ما باكل ولا شيء لغاية ما ابني يمسك نفسه الولد اخذ سبع ايام ومات فقالوا هذا كان لسا تعايش وكان بيبكي ومش واكل ومش بيتحمم طب لو مات كيف رح نقوله ابنك مات فبدو الناس اللي مع بعضهم هذا مات ابنه كيف نقوله داود شاف هدول الناس عم يتكلموا قام سألوا قالوا كيف وضع للصبي لسا تعايش ولا مات قالوا له لا مات قالوا طيب بعضوني طعام أكل أم غير تيابه أم نظف نفسه قالوا له انت حيرتنا لما كان الصبي مريض كنت صايم وكنت مما عم تأكل وكنت مما عم تتحقم ليه هلا لما مات قالوا خلص لأن الموضوع خلص هو مش رح يقدر يجي عندي أنا رح أكون عنده لهيك لما كتب هذا المزمور قال يا رب بدي أقول لك هذه الكلمات عن نفسي ارجعي يا نفسي إلى راحتك لأن الراب قد أحسن إليك هذه الكلمات اللي بدي أشجعك فيها اليوم هذا قرار بدك تاخده هذا اليوم مش كل مرة احنا نقدر نوعظ عن الموت المؤمن لا يموت المؤمن يرقد المؤمن ينام لكن يأما ينام في مكان راحة يأما يكون في مكان عذاب اللي عازر في مكان راحة في حضن إبراهيم مكان راحة في حضن المسيح مكان راحة مش رح يفتكر قيلته على الأرض خلص ليه لأنه لو كان مكان راحة ورح يفتكر أولاده رايحين بالخطيئة واخوته رايحين بالخطيئة مش رح يكون مكان راحة فالراقد المؤمن يكون في حضن المسيح لكنه مش رح يفتكر أي شيء عن الأرض لماذا؟ لأنه يريد أن يرتاح من تعبه يريد أن الرب يمسح من عنده كل دمعة لكن الخاطئ سيكون عنده عذابين ليس عذاب واحد عذاب الأول أنه سيكون في مكان عذاب وعذابه الثاني الناس الغاليين على قلبه وإخوته سيأتي إلى نفس المكان يتعذبه بالمكان الذي هو فيه فاليوم أريد أن أعطي فرصة إلي وإلك مارلين سبقتنا إلى الماشد لو أنت بتحبه فعلا ومشتاق إلي بدك تاخد قرار بدك تعمل خطوة بدك تسلك بحسب كلمة الله في يوحلنا 17 بدك تعرف المسيح فعلا ما فيه خلاص برات المسيح أوعي تفكر أنه خليني أمسك العصة من النص ما فيه نص يتختار المسيح يتقول فعلا أنا بدي المسيح أنا بدي أتبعه أنا بدي أعيش إله أنا بدي أختم مش تختموا يعني تكون السيس لا لكن تعيش في استقامة تعيش في مخافة الرب تعرف وتحتم فيه تقول له أدخل حياتي أدخل قلبي ورد أنت وبينك وبين الرب رد على سؤالي أنا خليت أسئلة أختم بهذا السؤال رد على سؤالي شو مصيرك الأبدي وين بدك تمشي كل الناس اللي مشوا معك اليوم معك بكرة مش معك كم واحد تركهم كم واحد كان قريب عليك وليوم أنت مش لقيه إذا كان أخ أو أخة أو قريب أو حبيب أو حبيبة أو ابن الكل تركك لما رح توقف رح توقف لحالك لوحدك قدام ديان كل الأرض كلنا رح نوقف قدام الرب رح يسألك رح يقولك أنا عطيتك فرصة في التاريخ الفلاني في المكان الفلاني حتى تعطي حياتك للمسيح ليه قصيت قلبك ليه قلبك قاسي على الرب اللي رح يتغير فيك حياتك الأبدية أنصحك نصيحة خد من أخ إلك لا تخسر أبديتك لأن مهما عشت على هذه الأرض أحيجي اليوم اللي رح تقول باي باي وأنا ماشي أنا رح وقف لهون أسئلتي رح أبدي أصلي كلمتين وأنا بصلي من فضلك بدون خجل بدون خوف هو قرار أنت تاخده بينك وبين الرغم يتقول له يا رب أنا بدي فعلا أعطيك حياتي وأسلم لك قلبي يتقول لا لساتني بدي أعيش لساتني صغير لسا الحياة قدامي لساتني بدي أعمل وأسوي وأقول لك وقل لك مش عارفين أمتى يجي قدرك وامتى يجي مصيرك لكن بعطيك فرصة هذه اللحظة استغل هذه الفرصة وأعطي حياتك للمسيح أنا بدي أصلي اللي بدي يعطي حياته للمسيح ممكن أنت في مكانك بس تقول يا رب أنا هذا الشخص اللي بدي يكون إلي حياة أبدية معك خلونا نغمض عيوننا دائع يا رب يسوع أنا بصلي لنفسي والكل أخ وأخذ في هذا المكان يا رب أنت شايف قلوبنا نحن اجتمعنا اليوم يا رب حتى نستذكر مارلين لكن استذكرناك أنت يا رب في الوسط لأنه مكتوب أن اجتمعنا باسمك تكون أنت هناك في الوسط أرجوك يا رب خلي يدك على كل قلب أمامك الآن تعالوا بينا نقول له يا رب سامحنا أخطأنا أو وجدنا المستقيم ممشينا مضبوط يا رب انحرفنا بأمور كثيرة انحرفنا بالكلام بالسلوك بالتصرف بالأفكار جايين ننتوب عندك أنت بمكانك قول بعدي وجوات قلبك يا رب يسوع أنا بتوب ألك من كل قلبي يا رب أنا بتوب بأمانة بالصدق أمامك أنا بسلم لك حياتي سامحني أغفر لي خطاياي عيني أنا محتاجك املى قلبي غيرني يا رب أنا عايش في عذاب عذاب الضمير عذاب يا رب من الخطيئة عذاب يا رب من الشياطين مش قادر أكفي حياتي يا رب بهذه الطريقة ساعدني املاني بالروح القدس انطيني يا رب القدرة أني أسامح كل إنسان أسائلي لو اليوم في إنسان جرحك أسائلك سمعك كلام ضايقك قل له يا رب أنا بسامحه فعلا أنا بسامحه أنا يا رب بغفر لأنه مكتوب في الصلاة الربانية اغفر لنا خطيانا كما نحن أيضا نغفر للذين أخطأوا إلينا قل له يا رب أنا بسامح الفلان وفلان خلي قدامك شخص أسائلك ألمك جرحك عمل فيك موضوع قل له يا رب أنا بسامحه من قلبي أنا بطلقه أنا بباركه مش رح أتذكر له الأشياء المش حلوة اللي عملها معي قل له يا رب أنا بتخلى عن كل شيء يفصلني عنك أي شيء بحياتي يوقف بيني وبينك يا رب رح أخده أكبه برات حياتي مين ما يكون يا رب هذا الشيء اللي يبعدني عنك أنا برجع لك يا رب من قلبي أنا بسلم لك حياتي اغفر لي خطاياي اغسلني ابدمك طهرني من كل خطيئة ومن كل إثم آخر كلمة أولى للرب يا رب يسوع أنا بفتح لك قلبي اسكن فيه أنا بأبلك رب ومخلص وسيد وبعترف فيك وعايز أعرفك أكثر أنت وحدك الإله الحقيقي ويسوع المسيح ابنك استلم حياتي يا رب من هذه اللحظة أنا جيد حتى أعزي الناس لكني أنا تعزيت بالروح القدس املاني بروحك القدس فتح لعيوني حتى أرى مجدك وأرى حضورك في حياتي باسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين أمين رب بارككم أصلي أنه هاي الكلمات البسيطة اللي اسمعناها تكون سبب بركة وسبب تعزية للعائلة وأنا واثق لو كان أخذ مارلين وسطنا هذا اليوم بالجسد كان رح تتعزى أكثر بهذه الكلمات لكن دائما تقول لي أو تشجعني بهذه الكلمات كان دائما توصيني بصراحة كان توصيني على فادي بتقول لي عن فادي كلمة مش حنساها أبدا كان بتقول لي فادي قطعة من قلبي طبعا مش بقص بس فادي فادي وأخواته طبعا وعائلة كلها لكن بتذكر هذه الكلمة لأنه كانت تضرب جواد قلبي كان بتحب كتير الشباب كلهم كان دائما بتصلي للجميع بنعمة الرب دعونا نعبد الرب بتقديم عطايانا مكتوب المعطي المسرور يحبه الرب ليس عن حزن أو اضطرار نشارك في خدمة الكنيسة يعطايا الرب نقدم تقديماتنا الرب باسم يسوع موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر